أما ترك المبيت فهو ترك سنة يعني من ترك فقد ترك سنة ويا إخواني الإنسان الآن راحل للمحلات ذلك إلا يجمع السنن والفرائض والواجبات بعض الناس اللي يقولوا هذه سنة بتركها وهذه سنة بتركها طيب وش زويت يا إخواني ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون تكون حجتنا من الحجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة وقال خذوا عني مناسككم يجتهد الإنسان في هذا لكن لو فاتت عليه لو تأخر مجال لم تأخر لو كذا فهي سنة فهي سنة طيب أما هل مشروع يوم التروية الإتمام والقصر المشروع القصر لجميع الحجاج حتى أهل مكة حتى أهل مكة إذا حجوا يستحب لهم أن يقصروا أنا عندي حالة واحدة متحرج فيها لأهل مكة أن يقصروا وهي أن بعض أهل مكة يحجون لكن كل شوي راحل بيته يعني حتى يوم عرفه يروح ويرجع الميتة طيبة ما سويت شيء أنت أبكيت ها؟ نعم نعم لكن الذين يحجون من أهل مكة يصرون مع قافلة الحج يوم ثمانية ومع قافلة الحج يوم تسعة ومع قافلة الحج يوم أربعة يوم العيد يوم النحر الأكبر ثم يروحوا ينزروا بيوتهم مع أنهم نجلسوا بيتهم يومين صحيح يجوز لهم حين إذن يقصروا فيها نعم